السلام عليكم أنا محمد دومير وهذا المسجد الأقصى في القدس الشريف اللي كان قبلة المسلمين قبل الكعبة المشرفة وهذا أحد أبواب المسجد الأقصى ويسمى باب المغاربة وهذه باللون الأخضر اسمها حارة المغاربة وهذا هو حائط البراق أو كما يسميه اليهود حائط المبكة وكما تشوفه هو واقع في حارة المغاربة واليوم نطرح السؤال التالي وش قصة حارة المغاربة وهل المغاربة هما خوتنا المراركة ولا المغاربة بالمفهوم المغاربي العام أم أنه يوجد من الأدلة ما يحدد هويتها بدقة يعني مؤسسيها وعمارها وسكانها منين هما بالضبط في المفهوم الجغرافي الحالي كنتم الآن بصدد مشاهدة تحقيق فيه وثائق ومعلومات تظهر لأول مرة في التاريخ خليكم معايا فهذا الدقائق وحكموا بأنفسكم نبدو بحثنا بهذا التصوير الجميلة اللي ترجع لمية سنة تقريبا وفيها رجل بالقشبية قدام المسجد الأقصى واللي هو من سكان الحرم المقدسي حارة المغاربة وما أنيش رح نقول حتى حاجة من راسي بل سنترك الحديث لكتب التاريخ ووثائقه ونقوله بسم الله نبدو من مصطلح المغرب اللي يستعمل عند الجغرافيين والمؤرخين العرب للدلالة على البلاد الإسلامية التي تقع إلى الغرب من مصر بمعنى إفريقيا الشمالية والأندلس وفي القموس الفرنسي لاروس المغرب هو مجموعة دول شمال غرب إفريقيا تونس والجزائر والمروك وعند الإسبان هذه المساحة هي المقصودة بالمغرب كما نشوفه تمتد من ليبيا حتى الموريطانيا والإنجليز زاد ووضحه مليح كلمة المغرب بأنها تعني مجموعة الدول التالية الجزائر ليبيا موريطانيا الممروك تونس والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية طبعا قبل ما نبدو كان شخصية رح نذكروها ياسر لازم نعرفها من ذلك اللي هو بومدين شعيب أو بومدين الغوث وهو شخصية جزائرية من تلمسان أخذ العلم في بجايا ورحل إلى المشرق إلى فلسطين والحجاز ورجع المسقط راسه في تلمسان أين دفن هنا في الرحلات الحجازية المغاربية يقول كان بومدين شعيب موجودا في القدس مباشرة بعد فتح صلاح الدين للقدس وأنه وقف منطقتين كانت تحت ملكه تصرفه في القدس لصالح المغاربة المقيمين فيها وأنه الحد الشرقي هو حائط البوراق وتوجد صورة الوثيقة الوقف في لندن تعرف باسم وقفية بومدين والوقف كله من بعد أصبح يعرف بأوقاف أبي مدين الغوث وفي الأوقاف الإسلامية في فلسطين كما وقف الشيخ بومدين شعيب المغربي منطقتين كانت تحت ملكه وتصرفه في القدس لصالح المغاربة المقيمين فيها للانتفاع بها وهنا يقول أنه الحد الشرقي لهذا الوقف هو حائط البوراق يعني هذك الحائط اللي بوسوا فيه لهود ويبكوا عنده واللي جايزة من حارة المغاربة في نصر سلت الوقف الأصلية لبومدين شعيب نقرأ لكل قادمين من الغرب يعني سبحان الله من ألهم الشيخ بومدين الغوث لإدراج هذه العبارة لكل قادمين من الغرب بدل أن يقول المغرب لأنها وضحت كل شيء بالعبارة وفي سنة 1840 أمر حاكم الشام بعدم تغيير وقفية أبي مدين في القدس ونقرها مع بعض قد اتضح من سورة مذاكرة مجلس شورى القدس الشريف بأن المحل المستدعى تبليط اليهود هو ملاصق إلى حائط الحرم الشريف وإلى محل ربط البوراق وهو كائن داخل وقفية حضرة أبو مدين وما سبق لليهود تعمير هكذا أشياء بالمحل المرقوم ووجد أنه غير جايز شرعا فمن ثم لا تحصل المساعدة لليهود بتبليطه وأن يتحذروا اليهود من رفع الأصوات وإظهار المقالات ويمنعوا عنها فقط يعطى لهم الرخصة بزيارتهم على الوجه القديم وفي سنة 1911 أصدرت مديريت أوقاف القدس رسالة بمنع اليهود جلب الكراسي إلى أوقاف أبي مدين نقر منها إن متولي أوقاف أبي مدين الغوث شعيب قدس الله سره قد رفع استدعاء يبين فيه أن أفراد الطائفة اليهودية الذين جرت عادتهم بالذهاب للحائط المعروف بالبوراق على أن يبقوا في أثناء زيارتهم واقفين على أقدامهم وأخذوا أخيرا خلافة للعادة يجلبون كراسي للجلوس عليها أثناء زيارتهم وبما أن البوراق من أملاك الوقف المذكور يعني وقف أبي مدين فقد طلب المتولي المشار إليه توقيف هذه الحالة حالا تجنبا للدعاء اليهود في المستقبل بملكية المكان وقد حدث بالفعل ما توقع متولي أوقاف أبي مدين الغوث رحمه الله وهنا نقرأ لقد أشفق المسلمون بعد فتع عمر بن الخطاب على اليهود فسمحوا لهم بالبكاء قرب هذا الحائط وكان عددهم قليل جدا وهذا الرصيف يعني حائط البوراق أو كما يسميه اليهود حائط المبكة يعود إلى أوقاف عائلة أبي مدين الجزائرية وفي فترة الانتداب البريطاني كان اليهود يدفعوا 300 جنيه انجليزي لناظر وقف المغاربة أبي مدين مقابل سمح لهم بالاقتراب من الحائط والبكاء عنده وفي سنة 1929 بدأ اليهود يتطولون على ممتلكات المسلمين في حائط البوراق لأنهم تشجعوا بتراجع السلطة العثمانية اللي كانت تعطي الحق للمسلمين وترسيخ الانتداب البريطاني اللي أصبح يشجع اليهود فوقعت ثورة دموية وكانت يومها فلسطين تحت الانتداب البريطاني كما قلت فأصدر ملك بريطاني أمر بتشكيل لجنة للتحقيق وفي الأخير جاء قرارها كالتالي للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي يعني حائط البوراق ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه جزء من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف والمسلمين وأيضا يعود الرصيف الكائن أمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة الحائط لكونه موقوفا حسب أحكام الشرع الإسلامي ومنح اليهود فقط حريت السلوك أي المرور إلى الحائط الغربي لإقامة التضرعات وفي الحديث عن فورة البوراق عام 1929 يقول حائط البوراق الذي يسمونه المبكة هو جزء من المسجد الأقصى وهو ملك المسلمين الخاص كما أن الرصيف الذي يقف عليه اليهود عند قيامهم بالزيارة وقف إسلامي من أوقاف أبي مدين الغوث لهو جزائري كما قلنا أنشئ في زمن صلاح الدين الأيوبي لمنفعة المغاربة من المسلمين وقد سعى اليهود بوساطة القنصة البريطانية في القدس إلى التبرع لتعبيد الطريق أمام حائط البوراق الشريف إلا أن مجلس الشورى في المدينة رفض ورفضا باتا لأنها تنتهي إلى زاوية المغاربة والمنازل المحيطة بها والتي تخص وقف أبي مدين الغوث وحجة اليهود في ذلك أنهم قالوا أن أحد اليهود قد أصابوا مرض عقلي ونظر أنه به يرتاح لازم له يبلط شارع البوراق إلا أن أهل القدس رفضوا لأن ذلك من وقف سيدنا أبي مدين ولا يجوز شرعا وبعد أن قدم العرب حجة الوقف صادر عن ابن صلاح الدين الأيوبي ومستندا آخر لا يقل أهمية وهو وقفية سيد أبي مدين شعيب وتاريخها 29 رمضان عام 720 هجري علما أنه وحسب كتاب الحفريات الأثرية في القدس يقول أنه البكاء عند حائط البوراق بدع ابتكرها اليهود حديثا للتقرب من المسجد الأقصى فلا يوجد شيء في كتب اليهود ما يدل على أن الحائط كان مكان بعبادة أو صلاة لليهود وفي 8 أكتوبر 1928 اجتمع مفتي القدس بالمندوب السامي الإنجليزي أين اشتكالوا المفتي من التطاولات اليهودية على حائط البوراق وطلب منه منع اليهود من ذلك فاستعد المندوب السامي لتنفيذ ذلك وأكد للمفتي أن الإنجليز يعلمون أن وقف أبو مدين من الأملاك الإسلامية إذن حتى الإنجليز يعرفوا أن حارة المغاربة اسمها وقف أبو مدين وأن حائط البوراق يقع ذلك من هذا الوقف ونقر هنا أما الساحة التي تقع بالقرب من الحائط فهي وقف إسلامي ترجع أصلا إلى عائلة أبو مدين وهناك وثائق تثبت ذلك وقد كتب رونالد ستورز حاكم القدس الإنجليزي من الناحية الشرعية والقانونية فإنها جزء من ساحة الحرام الشريف وهي قسم من وقف أبو مدين الموجود في القدس وكما شفنا في البداية خريطة وموقع حارة المغاربة في القدس الشريف نشوفوها هنا في هذا الكتاب الفرنسي القديم اللي مكتوب على الحد تاعه مخطط وقف أبو مدين بين قوسين المغاربة والذي أسسه شعيب اللي هو ولد ولد أبو مدين الغوث وهذا هو الجدار الغربي اللي يبكوا عنده ليهود ويبوسوه واللي على جاله قامت ثورة البوراق 1929 وفي جواء 1967 سقطت القدس وحارة المغاربة بيد اليهود وأخذوا يدمرون بالديناميت بيوت حارة المغاربة الواقع أمام الحائط الغربي للحرم الشريف ويرفعون الأنقاف بالجرفات وقد أعطي السكان مهلة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات لإخلاء منازلهم وهذه قايمة بملك البيوت بحي المغاربة من غير الأوقاف المذكورة ونشوفو عيلاتهم العلا بمفهومنا الحالي نقدر نصنفوهم إلى ليبي تونسي جزائري مروكي موريطاني وسحراوي ونبدو هذا لقب الشامي يعني يكون بدل لقبه ولو أنه مش صعب نتحققه من أصله لكن نخلوه المتشابه على جنبه ونركزه في البين عند الحاج قاسم الدراج من أولى الدراج وبلادهم الجزائر وهذا من عائل الجندوبي يعني تونسي وهذا الزواوي جزائري والجربي تونسي وحميدة جزائري الزواوي جزائري والزواوي أيضا والجربي تونسي المغربي كما قلنا مش واضح قاسم جزائري ولطرس جزائري وهذا الدكالي وهذا أول مروكي نلقوه ساكن في وسطهم ونكملو هذا العشوري والزواوي والشاوي كلهم جزائريين الفلالي مروكي وهذا الشاوي جزائري وهذا التونسي صراحة والزواوي والزواوي وهذا مزوز عائلات من المروكي وهذا معائل تجريدي يعني توانسة وهنا أيضا الأغلبية جزائرية مع ظهور أول عائلة موريطانية وهنا لو أنت الجزائري بالأخذر كما تشوفوا هما الأغلبية وذرك عمنا هذه وثيقة نادرة جدا وصلتني منذ أيام من قلب فلسطين نقرأ لكم منها لقد رسلتموني حول مصير سكان القرية الجزائرية هوشا يعني سمها حرفيا القرية الجزائرية والذين ستتم مصادرة أراضيهم من قبل اليهود قريبا مبلغكم أن إسرائيل اقترحت مبلغ 300 ألف جنيه سترليني تدفعها لحكومة فرنسا مقابل إعادة توطين هؤلاء الجزائريين وعددهم من 2000 إلى 2500 في مكان آخر وهي مرسلة فرنسية داخلية مؤرخة في ثلاثة فيفري 49 وفي تهجير المغاربة اللي سكنوا قرية المعذر كيفش كانت جنسياتهم في المرسلة الفرنسية جزائري 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 حتى تلقى هنا مروقي وتونسي عايشين في وسطهم لا أكثر وهذه واثقة من مغاربة فلسطين إلى سلطان الدولة العثمانية يطلبوا منهم يعطيهم أرض يسكنوها بعدما تم تهجيرهم من قراءهم يا ترى مغاربة فلسطين ما هي جنسياتهم شوفوا كيف تلقوهم كامل جزائري 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 هذه مكتوبة هنا تحت يعني جلهم جزائريين إلا السطرين الأخيرين تلقى فيهم البركاني من المروق والمهدي من تونس وبعض الألقاب اللي ما عرفتهمش لمن يرجعوا لكن اللي قال المغاربة في فلسطين يقصدوا بها الجزائريين مغلطش وهذا الورقة خير دليل وهي ربما تنشر لأول مرة في تحقيق من هذا النوع وهذه وثيقة ولا أروح صادرة من إدارة وقف بمدين الغوث بالقدس وغارجه تشهد إدارة أوقاف المغاربة بالقدس بأن المرحوم يحيى دحمان الزواوي كان يسكن في أملاك وقف المغاربة في حي المغاربة هو وزوجته إزدهار محمود شريم وولاده منها وأن البيت المذكور هدم على محتوياته عندما هدم حي المغاربة وبالتالي عنا مثال آخر على العيلات المغربية التي سكنت القدس وهي عيلة الزواوي الجزائرية إذن المغربية ماذا تعني؟ الجزائرية وهذا فلاح القدس وجنسيته جزائري بكل وضوح وهذا من سكان زاوية المغاربة بالقدس وجنسيته جزائري وهذا يحيى محمد دحمان محي الدين الزواوي من مواليد القدس وهو جزائري وهذه وثيقة من الأرشيف العثماني للقدس تظهر فيها ألقاب حداد وقاسي مزيان والعيش وهذه كلها ألقاب جزائرية له لا تونسية ولا مروقية وهذه شهادة مغاربة فلسطين اليوم وهذا نداءهم فقد قالوا بكل وضوح أن 11 القرية في فلسطين من أصول جزائرية وخصوصا في القدس الشريف التي حملت اسم حارة المغاربة نسبة لأهلنا الجزائريين الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكانها ويقولوا عن أحياء المغاربة في كل قرى فلسطين بأن أحياء تجلى فيها التراب الوطني الجزائري بأسمائهم وتقاليدهم التي ما زالوا يحافظون عليها وهذه رسالة تحمل توقيع أحمد محمد الطيب هو فلسطيني من أصل جزائري وأخيرا كملخص لكل هذا عرفنا أن أغلب العائلات المغاربية الساكنة للقدس تحديدا ولفلسطين عموما هي عائلات جزائرية وأن التواجد المروقي والتونسي والموريطاني لا يقارن بالنسبة للتواجد الجزائري في القدس وفي فلسطين عموما وبالتالي لقد أصبح من الجلي والواضح ما المقصود بحارة المغاربة وباب المغاربة والزاوية المغاربة في القدس والتي هي وصامات جزائرية وأوقاف جزائرية لا شرقية ولا غربية وإن شاء الله يكون في هذا البحث إضافة لمعلوماتكم التاريخية